اشتركوا في القناة سعادة السفير كان توصيف العلاقات السودانية التونسية انها تعاني من ضعف التبادل المنافع التجارية والاقتصادية في ضعف في حركة تنقل المواطنين بين البلدين يحكمها في كثير من الاحوال الهاجس الامنية هل هذه الصورة التي رسمها البعض لمسارع العلاقات السودانية التونسية الى وقت قريب ما زالت حاضرة بشكل اشكال ولا انها تغيرت الى الامام على الاقل تقديرا منذ حضوركم الى العاصمة الى تونس منذ العام 2015 لا تغيرت الصورة تغيرت بشكل كبير في الحقيقة وتغيرت بناء على رقبة حقيقية لمسناها ونحن نأخذ التكليف من السيد الرئيس في الخرطوم وحينما نبلغ التكليف حينما بلغنا التكليف هنا الى السيد الرئيس الباجي غايد السبسي ومع الزملاء والاخوة في وزارة الشؤون الخارجية التونسية ومع الوزارات الاخرى الحقيقة العلاقات تاريخيا من اقدم العلاقات العربية دعنا نقول تونس افتتحت اول سفارة لها في اوائل الستينيات ربما في واحد وستين او اثنين وستين على اقرب تقدير والسودان من بعد ذلك بنحو عشر سنوات في ويل السبعينيات ايضا العلاقات ظلت على المستوى السياسي جيدة في عهد الرؤساء السابقين في تونس وفي السودان جيدة بمعنى التعاون الدولي والاغليمي والتنسيق في المحافلة الاغليمية والدولية وتبادل الدعم في هذه القضايا لكن بطبيعة الحال العالم نفسه تعقد تعريف المصالح نفسه تعقد تشابك تداخل الامن مع السياسي مع الاقتصادي دخلت العلاقة في حالة جمود تقريبا في تسعينيات من القرن الماضي ثم اعيدت في اوائل الفية هذه كتمثيل دولوماسي على مستوى السفراء بين البلدين وظل التعاون قائم لكن في مستوى محدود لا تستطيع ان تتحدث عن منافع حقيقية متبادل بين البلدين وتستطيع ان تلمس هذا انا شخصيا حينما كلفت وبدأت واهتم اكثر واستفسرت عن ما يمكن ان يكون في تونس يستفيده السودان وما يمكن ان يكون في السودان تستفيد منه الاعلاغة في تونس وجدت ان المعرفة السودانية انا اتكلم على مستوى العموم طبعا بتونس محدودة محدودة الى حد كبير وانا اشير هنا الى الغطاعات الحيوية التي يمكن ان تؤسس الى منافع رجال الاعمال ورجال الثقافة الى حد ما الثقافة والاعلام هناك معرفة باحتبارا في تونس المقر اتحار زعادة الدول العربية والمعنيون من المؤسسات الرسمية او العضوية تزور تونس ومن بين المثقفين هناك مشاركات في الانشطة وتونس بلد غني ثقافيا لكن بقية المصالح الاقراء دعنا نقول انها محدودة ولذلك الحماس الذي وجدناه هو التوصيف في الحقيقة التوصيف كان ان العلاقة دون مستوى طموح الشعبين ولذلك يتعين ان يبزل يتضاعف الجهد المبزول للنهوض بها لكي ترقى في المستوى لتكون يعني ان لم نقل في مستوى طموح الشعبين فنقل في المسال الصحيح في هذا دون المستوى في العلاقة بين الشعبين اشارة الى خلفيات ثقافية وتاريخية تقصد لا اشارة الى منافع بمعنى انه ليس هناك على سبيل المسال المصالح التجارية الميزان التجاري في مستوى منخفض بين البلدين تكاد يكون في سلعة وحيدة من السودان تالتي لتونس هي سلعة السمسم يعرفها الاخوة التوانسة وكثير من الكميات المصدرة لا تأتي مباشرة من السودان ربما بسبب الحصر الاقتصاد الذي كانوا موجودين على السودان لكن لا يعرف التجار والمستثمرون في تونس ما هي الفرص المتاحة في السودان والعكس الصحيح لا يعرف التجار والمستثمرون السودانيون ما هي الفرص المتاحة في تونس وهذا بسبب عدم التواصل بطبيعة الحالة التواصل في بعده الإعلامي والتعريفي بما هو موجود وفي بعده المتعلق بالمواصلات المباشرة بمعنى انه ليس هناك خط جوي مباشر بين تونس والسودان وبالتالي حركة بين البلدين تستطيع من خلال ان تنشط الترويج والتعريف والمشاركة في المعارض وفي الانشطة المختلفة والعكس الصحيح فضلا عن طبعا ربما ايضا اهتمامات السودان التي كانت منصبة شرقا دعنا نقول وتونس التي كانت منصبة غربا في علاقات الاقتصادية والاستثمارية جعلت ايضا هذا المساحة متباعدة استطعنا نقول الآن ان العلاقات السودانية التونسية تجاوزت اثارا قطيعة اذا كنا متكلعا عن مرحلتين مرحلة ما قبل الثورة مرحلة ما بعد الثورة الثورة ليست عاملا حاسما في هذا الموضوع بالمعنى لانه على الثورة يمكن ان نتحدث عنها اذا اجينا ان نتحدث عن العلاقة السياسية بمعنى هناك تداخل كانت هناك علاقات جيدة بين تونس والسودان في عهد الرئيس بورقيبة كانت جيدة في عهد الرئيس بن علي ربما الى اخر ايامه حصل توتر في العلاقات في التسعينيات بسبب وجود معارضين تونسيين في السودان وقتها لكن سرعان ما تم تدارك هذا الموضوع باعتبار ان العلاقة بين البلدين مهمة لكليهما وتم تجاوز هذا التوتر انما بقيت العلاقة فقط في بعدها السياسي وحتى في بعدها السياسي انحصرت في بعدها الدبلوماسي انشئت على مستوى التناصر بين البلدين كبلدين عربيين وافريقيين واسلاميين وعدم انحياز كل هذه المنابر تجمعهما وبالتالي يتناصران على بعضهم في دعم المرشحين من كل البلدين في القضايا التي تطرح في التنسيق بينهما فالتنسيق على المستوى المحافلة الدولية والاغليمية كما يقال باللغة الدولوماسية ظل قائما وليست من لك فيه مشكلة لكن لم تترجم هذه الارادة السياسية انشئت الى منافع يحسها السودانيون ويحسها التونسيون ما حاولنا ان نفعله وهو التعريف انا اطفن على سؤالي مرة اخرى اقول انه وانا اقصط هنا البعد السياسي انه زيارة رئيس الحكومة الاول التونسي الى الخرطوم شكلت على مفارق عند البعض باعتبار انها تطاول العهد في زيارة مسؤول رفيع تونسي الى الخرطوم رغم عدها البعض من 2007 يعني ولذلك واضح انه ايضا تنشيط العلاقات السياسية هو القاطرة التي تقود من بعض طريق المنافع ايضا هذه الزيارة وتأثيرها على ادخال العلاقات الى ما نسمى بالمنافع التجارية هذا صحيح هناك لجنة وزارية بين البلدين اسست منذ وقت مبكر في تاريخ العلاقات بينهما على مستوى وزاري بمعنى انه يرأسها وزيرية الخارجية في البلدين في 2015 تم ترفيع اللجانة الوزارية على المستوى التونسي مع البلاد الشقيقة لتصبح على مستوى رئيس الحكومة وكذلك فعل السودان في الحالة السودانية فعل السودان نفس الشيء فتم ترفيع اللجنة الى مستوى لجنة عليا برئاسة النايب الاول في السودان ثم النايب الاول ورئيس المجلس الوزراء القومي هذا في حد زاده اعطى دفع للعلاغات كونها يتم ترفيع مستوى اللجنة على المستوى الاعلى اللجنة هذه بتشكيلها التي تراعي وتراجع الاتفاقات بين البلدين وتقترح مشروعات الاتفاقيات او المذكرات التفاهم او البرامج التنفيذية المفصلة من الاتفاقات الموقعة في سنين مضت اخر انعقاد لها كان في 2007 في تونس ولذلك عقدت هذه اللجنة في تاريخ اللجان هي اللجنة السابعة وفي تاريخ اللجان العليا هي اللجنة الاولى في الخرطوم طبعا هذا حصيلة جهد وتواصل السمرة لسنوات انا جئت وبدأت من حيث انتهى زملائي الذين سبغوني في تفعيل وتنشيط اللجنة ولولا التجاوب الذي وجدناه من الجانب التونسي والذي وجدناه من الجانب السوداني بطبيعة الحال لما حدث الذي حدث وبالتالي بالفعل كان زيارة السيد رئيس الحكومة التونسية الدكتور يوسف الشاهد الى الخرطوم في مارس من هذا العام على مفارقة بهذا المعنى بمعنى السياسي والاقتصادي وبطبيعة الحال هذا يعطي مؤشر الى الغطاعات الاخرى الحيوية بما فيها غطاعات رجال الأعمال ان العلاقة مع هذا البلد وهو السودان في هذه الحالة مفتوحة ولكم ان تتحركوا وتطوروا العلاقات فيما يليكم من انشطة اقتصادية واستثمارية نأتي بالتفصيل لاحقا لماذا يجد المستثمر السوداني في تونس نأتي بالتفصيل لكن ايضا في سياق رفض الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى رفع جاد زيارة ايضا سيد وزير الخارجية ايضا حصاف هذه الزيارة زيارة سيد وزير الخارجية كانت ايضا احدى نتائج زيارة رئيس الحكومة لانه في خلال تلك الزيارة تم توقيع لأول مرة على لجنة التشاور السياسي بين البلدين تنعاقد كل ستة اشهر او بطبيعة الحال ويرأسها وزيرية الخارجية في البلدين وهي واحدة من اعلى اللجان التشاور السياسي بين البلدين لانه في العادة اللجان التشاور السياسي ربما يرأسها وكلاء وزارات الخارجية في البلدين أو ربما حتى مدراء عموم في الإدارات هذه اللجنة من أعلى لجان التشاور السياسي بين البلدين الموضوعات التي يتعين التشاور بين البلدين بين تونس والسودان فيها موضوعات متعددة ثنائية وإقليمية ودولية بطبيعة الأوضاع الإقليمية والدولية التي يعيشها عالمنا العربي وتعيشها غارتنا الأفريقية ولذلك هذه اللجنة أيضا في وقت وجيز في نفس العام من بعد عقادة اللجنة العليا كان مؤشر إيجابي وكانت حيوية والسيد وزير الخارجية حمل معه رسالة خطية منه إلى السيد الرئيس من السيد الرئيس البشير إلى السيد الرئيس الباجي غيد السبسي ثم بعد ذلك شرح له فصلة في الموضوعات التي احتوتها الرسالة الإجمالية ثم التقى بالسيد الرئيس الحكومة التونسية وجرت مراجعة عامة إلى ما تم إنجازه في مستوى ما التفق عليه وبالطبيعة الحال نقل له تحايا نظيره في السودان ثم جرت مبحثات موسعة على مستوى الوفدين في رئاسة وزارة الشؤون الخارجية التونسية تم تطرق إلى عديد من الموضوعات وتم إجمالا استعراض التقدم الذي أحرس في علاقات البلدين على ضوء اجتماع اللجنة العليا وحددت أيضا الغضايا التي يمكن أن تعطى أولوية في المرحلة الغادمة وبالتالي يتعين الدفع بها من خلال تنسيق العلاقة مع الوزارات الأخرى في تونس ومع السودان واحد من أهمل ما يمكن أن يؤسس لعلاقة جيدة بين البلدين ويفتح سبل المنافع التجارية والاقتصادية وخطوط الطيران غياب خطوط التونسية عن الخرطوم بدأ ما قبيل العام 1989 كما ذكرت لي تقريبا حوالي العام 1988 هل عودة الخطوط تحتاج إلى قرار سياسي في المقام الأول أم هي محكومة أيضا ببواعث انقطاعها وقت ذاك الذي هو الموضوع العائدات وغير من الأسباب هي تحتاج إلى قرار سياسي إلى حد ما بمعنى أنه بطبيعة الحال أي شركة طيران حتى لو كانت شركة عامة أو شركة عمومية هي تبحث عن الربح أو تتجنب الخسارة للنظرة الأولى أو للوهلة الأولى يبدو أن الخط الخرطوم تونس ليس خطا مربحا أو يمكن أن تجنى منه خسارة وبالتالي من يتحمل هذه المسؤولية ربما على الإطار الفني يقال أننا لا نستطيع أن نغامر وهذا فقط للتفكير بأن نفت خط مع هذا البلد أو زاق ما لم يكن مربحا ولذلك من الذي اعتمدنا عليه نحن وحاولنا أن نضعه على طاولة دارسي الجدوى من أهل الطوط التونسية أن هذا الخط يمكن أن يكون مجديا ومربحا طبعا الخط المباشر بين البلدين كان هو الموضوع الأول تقريبا الذي اهتممت به بناء على توصية من سبقوني من الإخوة للسفراء أنه هو الشريان الحقيقي الذي يعطي للحياة بين البلدين الحياة العلاقات بين البلدين نبضها المطلوب ويساهم بالدرجة الأساسية في التعريف إذا كنا نحن نتحدث عن أن المعرفة التونسية بالفرص الموجودة في السودان محدودة والعكس صحيح يبقى الخط الجوي هو أحد أهم الشرائين في التعريف بهذه العلاقة ولذلك عودة أو إجابة مباشرة على سؤالك أن الجانب السياسي موجود من مكونات الغرار بفتح الخط الجوي هذا لا شك فيه لكن الجانب الاقتصادي أيضا مهم لأنه لا يستطيع السياسي نفسه أن يغامر بالتوجيه بفتح الخطوة يتحمل الخصة أنا الآن شاعر بأنه في تردد كان هناك وعد في سبتمبر أفتكري على أكثر من مرة سمعت أكثر من وعد بعودة الخطوة لكن ما أعلن رسميا أنه كان في سبتمبر من هذا العام هذا صحيح هو في الحقيقة نحن أول ما بدأنا به هو الجمع بين سلطة الطيران المدني في البلدين في شهر نوفمبر من العام 2015 تقريبا بعد شهرين أو ثلاثة شهور من وصوله إلى هنا تم توقيع الاتفاق على مستوى القانوني أصبحت الأرضية ممحدة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين وبالتالي خطين من أي بلد يمكن أن يسيرها في هذا الموضوع وعلى ضو ذلك ومن قبله بدأت الدراسات دراسات الجدوى المتعلقة بموضوع الخط وبالتالي كيف يمكن أن يكون مفيدا مباشر أو عن طريق بلد آخر وتقرر أن يبدأ فتح الخط تقريبا في مارس أو أبريل من العام 2016 وعينت الخطوط التونسية ممثل إقليم لها وزهب إلى السودان وبدأ يباشر عمله لكن لأسباب متعلقة بعدم ضمان تحويل المستحقات المالية ووقتها السودان كان يعاني من الحصار الاقتصادي تردد متخذ الغرار التونسي دعنا نقول وتم تجميد الموضوع عطيت أولية بعد ذلك إلى خطوط أخرى مع الغرار الأغرية بالنسبة للخطوط التونسية حينما زار السيد رئيس الحكومة التونسية القرطوم في مارس أعلن وقتها وكان بصحبته وزير النقل ومدير الخطوط التونسية أن الخط سيبدأ في سبتمبر ملاحظتك صحيحة في هذا الجانب لأسباب موضوعية دعنا نقول التي هي متعلقة باختيار الوكيل الإقليمي في السودان تأخر هذا السبب لأنه زهبوا وفد من الخطوط إلى الخرطوم وعاين عدد من المتقدمين لهذا المهمة واختار قائمة قصيرة دعنا نقول من أربعة أو من خمسة أشخاص وطلب من الأول يأتي في غصص الماضي حصل اتفاق أولي دخلنا بعد ذلك في عيد الأضحاء وفي الإجازة وفي غيره فتأخر لهذا السبب المهم نحن بالنسبة لنا كمتابعين ومتمين بالموضوع أننا الآن نقترب بلغة الصحافة دعنا نقول أكثر من أي وقت مضى من أن يصبح هذا الخط حقيقة ربما في يناير القادم وحذا أيضا مرتبط برغبة تونسية تم الترجمة عمليا في المشاركة إن شاء الله المتوقعة في معرض الخرطوم الدولي في 22 إلى 29 يناير القادم ونتصور طبعا القرار هو عند أصحاب القرار لكن نحن كمتابعين نتصور أن تبدأ الخطوط رحلة الافتتاحية على الأغل قبل معرض الخرطوم الدولي وإن لم تكن الرحلة الافتتاحية هي التي ستحمل معها رجال الأعمال المشاركين في المعرض لماذا ستول مشاركة في معرض الحقوم؟ هل سبقتها مشاركة من قبل؟ كانت هناك مشاركة محدودة تبنتها الخطوط التونسية أيضا بالمناسبة في 2016 في يناير 2016 أو فبراير لا أذكر المعرض وقتها كان توقيته كانت هناك مشاركة تونسية محدودة كان العنصر الأساسي فيها الخطوط التونسية باعتبار أنها بعد شهر أو شهرين ستبدأ فتح الخط الجوي في 2017 في بداية هذا العام لم تحدث مشاركة لأنها كانت توقيت متزامنة لحد ما مع زيارة سيد الرئيس الحكومة لأن وقتها كان زيارة إما أن تكون في يناير أو هكذا لهذا السبب لم تكن هناك مشاركة هذه ستكون أول مشاركة على الحجم الذي ستكون به وهو أن نتوقعه حجم ليس صغير من حيث المساحة التي سيغطيها الجناحة التونسية ومن حيث عدد رجال الأعمال الذين سيكونون حضوراً في تلك المناسبة طبعاً إحنا من قبل في لقاء عادر في العام 2017 فعنا السيد السفيرة عن الخطوط التونسية وقلنا له أن مسألة عودة الخطوط التونسية تستحق حملة تغيجية لأنه إرتبطت في الأبهان الخطوط التونسية يقول لك من يركب تونسية الآن البعد الشعبي كذلك في التعريب بهذه الخطوط أفتكر مهم لأنه ما هي أسباب ذلك أفتكر في روايات عديدة في مسألة رقبة التونسية في ساعة السفير هذا صحيح ومن الطرائب أيضاً أن زملائنا من وزارة الخارجية التونسية الذين كانوا معنا على مستوى لينة القبراء من عقادة لينة العليا كانوا قد نصحوا ممثلي الخطوط التونسية الذين كانوا مبيدين أيضاً بأهمية هذا الحملة الترويجية لتغيير الصورة وتعديلها طبعاً تيكا أتت نتيجة ممارسة امتدت لزمن سبق في اللغاء العبر الذي تفضلت بالإشارة لي أن قدمنا ما نعتقد أنه التفسير الأقوى في هذا لمصلحة لأنه لم يشاهدوا ذلك اللقاء تمشتش في مرة أخرى أنا سمعت روايات متعددة على كل حال في هذا آخرها كانت قريباً خلال زيارة السيد وزير الخارجي إلى تونس لكن دعني أقول لك أن الرواية الأرجح بالنسبة لي هي أن الخطوط التونسية قبل أن تتوقف في أواخر السمالينيات كانت تأتي إلى الخرطوم عن طريق جدة يعني تونس جدة الخرطوم جدة تونس وكانت منضبطة في مواعيدها وكانت أسعارها التنافسية جيدة جداً بحيث أنها دعنا نقول لم تكن أرخص فهي يعني في المستوى المعقول جداً ولهذا السبب كان السودانيون الذين يعني يذهبون إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمر أو الحج ثم يتخلفون كما يطلق على أمثال هؤلاء حينما تضبطهم السلطات السعودية وتبدأ إجراءات ترحيلهم إلى السودان تأخذهم إلى الخطوط التونسية يعني تقطع التذاكر على الخطوط التونسية ويساب إلى التونسية فأصبح السودانيون الموجودون هناك حينما يسأل أين فلان اختفى أين يقول له ركب التونسية بمعنى أنه أبعد إلى السودان هناك روايات أخرى طبعا متعددة لكن أنا بالنسبة لي رواية الراجحة أنا بالنسبة لي هذه الرواية الراجحة رواية الراجحة رسميا نريد محققا تاريخيا رواية الراجحة نحن لن نترجع أسا على أي حال واضح أنها برضو مسألة المحطة أخرى ليست خط مباشر كانت منذ عهد سابق فهل أيضا متوقع أنها تكون عبر واحد من المحتمل أنا لا أستطيع طبعا أن أفتي بشكل قاطع حسب المعلومات هناك حديث عن جيبتي كمحطة لأن هناك رغبة نسية أيضا في الربط مع جيبتي هناك حديث عن إن جمينا عن شات كمحطة وهناك رغبة نسية في التعامل معها هل تربط الخطوط مع هذه مع إحدى هاتين المحطتين أم تكون مباشرة أم لا الأمر بطبيعة الحال يتوقف على عدد الركاب المحتمل أن يستوي الخطوط التونسية والراجح في موضوع الخطوط التونسية بالنسبة لنا وبالنسبة لهم هو اعتماد على السياحة العامة والسياحة الاستشفائية على وجه التحديد مستوى الخدمات الموجودة هنا يؤهل حسب كلام المعنين هنا أن تكون تونس قبلة في هذا المجال وبالتالي يمكن أن يزداد بالتدريج عدد السوداني الطالبي الخدمة من الرؤية استراتيجية للإنفتاح على أفريقيا أيضا يقال ذلك صحيح ربما قبل يوم أو يومين تم افتتاح الخط تونس بنين تونس كوتونو في هذا العام لم تكن الزاكرة هناك ثلاثة أو أربع خطوط إلى إفريقيا بواسطة تونسية تم افتتاحها وهذا في هذا الإطار الذي تفضلت بالإشارة إليه وهو إطار معلن وتعمل الخطوط والدولة التونسية عليه أنه الافتتاح إلى نحو إلى إفريقيا تونس بلد ومن هنا تأتي أهمية السودان من هنا تأتي أهمية السودان بطبيعة موقعه الجغرافي تونس علاقتها جيدة بمنحطها بمنطقة غرب أفريقيا بالمغرب العربي الكبير وبمنطقة غرب أفريقيا والتواصل جيد السودان كمحطة يمكن أن تكون محطة مهمة للخطوط التونسية وللمستثمرين دعنا نقول التونسيين في مختلف المجالات باعتبار محطة تقود إلى منطقة شرق أفريقيا السودان سوق كبير كسودان ويحيط به بلاد يمكن أن تشكل أيضا سوقا أكبر وبالتالي الخدمات والمنتجات التونسية المصنعة في السودان أو المصدرة إلى السودان وتونس ستصبح إن شاء الله في 2018 أيضا عضو في مجموعة الاقتصادية الأفريقية ومجموعة الكمسة وبالتالي المنتج التونسي يمكن أن نسهب إلى تلك البلاد بدون ما يسمى هنا بالأداءات ما يسمى بالجماريك والضرائب وخلافه إذن السودان يمكن أن يصبح هب كما يغال للمنتجات التونسية إلى شرق أفريقيا وتونس يمكن أن تصبح أيضا محطة أو هب للمنتجات السودانية إلى غرب أفريقيا إلى المغرب الكبير إلى أوروبا حتى من بعد ماذا يجد المستثمر السوداني هنا في تونس؟ تونس المستثمر السوداني طبعا دعنا نقول مجال الخدمات هو مجال مميز في تونس تونس لديها معرفة جيدة بشهادة من أتوا وزاره في المجال الزراعي بشكل إجمالي في مجال التصنيع والصناعات الصغيرة والمتوسطة على وجهة تحديد خبرة ومعرفة في نفس الوقت اختسبت من علاقة الاقتصادية المميزة مع أوروبا وبالتالي هذه الخبرات يمكن أن تصبح جزء من مكون استثمار السوداني في تونس أو مكون خبرات تونسية في السودان لتحسين مستوى المنتجات الموجودة هناك تتحدث عن تونس معناها تتحدث عن اللغة مشتركة أنا هنا تحدث عن الكادر البشري وكذا تحدث عن لغة مشتركة عن معرفة مشتركة عن كل هذه المشتركات ليست طبعا كما يأتي مصنع أو مستثمر من بلد يتحدث لغة خلاف دعنا نقول اللغة العربية وأنت تريد أن تنقل المعرفة يعني لا تريد أن تنتج فقط تريد أن تنقل المعرفة المعرفة ينقلها المدربون وبالتالي تنقل بواسط اللغة أيضا فضلا عن الرؤية وكيف تفعل الأشياء أو تحدث يعني عندما نأتي الآن إلى انسيارة التعدد من رؤسات دول إلى بلدان أخرى تجد دائما في الوفد وفد الرئيس دائما يوجد رجال الأعمال بحيث تصبح مثل هذه الزيارات الدبلوماسية ليعني شرائين حقيقية ممتدة مع رجال الأعمال إدماج رجال الأعمال في رؤية السفارات ورؤية الدولة عموما ودورهم ممكن يلعبوه في تركيز هذه العلاقات لم أجدوا إلا مؤخرا يعني بدأت أشهدوا مؤخرا في نهجنا يعني السوداني في التعامل مثل عز القضايا إلى أي مدى أنتم خاصة أنه طوان من تقدم رجال الأعمال سفارة تقدم رجال الأعمال تقدم رجال الأعمال موثق بهم إلى الرجال الأعمال نظرائهم الأخرين هذا صحيح العالم أصبح يتكلم لغة المصالح والمصالح صحيح بين الدول الموجودة أقصد بين الأجسام الرسمية يعني في الدول لكنها تتجسد أكثر حينما تكون بين قطاعات الحيوية في المجتمعات التي هي قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة وخلافة وكل هذه القطاع الخاص له فيها باع ودور كبير والنمط الاقتصادي المعتمد في السودان هو نمط اقتصاد حر وبالتالي يمكن أن تأتي المنافع من خلال تقوية نشاط مثل هذا الدول عادة تعتمد من تعتمدهم المؤسسات بمعنى أنه غالبا في كل بلد هناك مجلس لرجال الأعمال في تونس يوجد الاتحاض التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التغليدية وهو مؤسسة كبيرة جدا ومؤسرة في البلد وكان أحد أضلاع الرباع التونسي الذي فاز بجائزة نوبل للسلام لديه دور أيضا في المجتمع غير الدور الاقتصادي رجال الأعمال التونسيين متفتحين على التعامل مع أوروبا ومع أفريقيا ومع خلافة وبالتالي يمكن أن يستفيد الجانب السوداني اللي هو نظيرهم في السودان اتحاد أصحاب العمل نحن اجتهدنا في أن ننشط العلاغتنا لك مذكرة قديمة مذكرة تفاهم بين الاتحادين نشطناها أعيد تشكيل مجلس الأعمال المشترك رافع وفدي من رجال الأعمال التونسيين سيد رئيس الحكومة حينما زار الخرطوم وتم توقيع وقتها مذكرة تفصيلية بمعنى تحديد القطاعات التي يمكن أن تتفاعل العلاقة الاقتصادية بالتعاون بينها القطاعات التي شرت لك إليها الآن نحن ننتظر أو الجانب التونسي ينتظر زيارة وفدي من رجال الأعمال السودانيين إلى تونس لمزيد من التشبيه دعناها نقول في هذا المرتب لها في أي توقيتات؟ كان مقترح أن تكون قبل نهاية هذا العام الآن طبعا العام مضى فغالبا يتم اختراح موعد جديد نتوقع أنه في النصف الأول أو الربع الأول من العام 2018 نحن نتابع مع الجانب التونسي في هذا من باب التنسيق طبعا هذه المؤسسات تعتبر إلى حد ما مستقلة لكن الدولة معنية بها ونحن كجهات تمثل الدولة معنيين بالتنسيق لكن في الحقيقة على غدنا أو تشجيعنا دعنا نقول لا يقف على فقط منسوبي المؤسسات الرسمية نخاطبها ونتحدث معها ونعطيها لليلوية لكننا أيضا نتواصل مع الغطاعات الأخرى ممن نعرفهم من رجال الأعمال نشجعهم على التعرف نحن دورنا يقف في حد أن تتيح رجل الأعمال التونسي أو السوداني التعرف مع نظيره على الفوائد التي يمكن أن يعني يجنيها الطرفان وين وين خلينا نقول كما يقول مكسب 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 من الطرفين وبالتالي يمكن أن يقرروا من بعد ذلك أنهم يريدوا أن يستفيدوا من هذه الفرصة أو يقرروا عدم الفائد هل يقفت لمشاريع يمكن أن تولد؟ هناك مشاريع أولدت في الحقيقة هي المشاريع المتعلقة بالصناعات الدوائية تونس بلد مميز في قدراته المتعلقة بالصناعات الدوائية نحن بتجاوب وبدفع من وزارة الصحة الاتحادية في السودان نظمنا زيارة بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة سيسمار ووزارة الصناعة لوفد من غرفة مصنعية الأدوية للتونسيين التونسية زاروا الخرطوم عقب زيارة السيدة رئيس الحكومة كان ذلك في أبريل الماضي وبدأنا أيضا بالتنسيق طبعا مع اتحاد أصحاب العمل ومع غرفة مصنعية وموردية الأدوية الآن نحن نتحدث عن حوالي 15 مصنع في البلدين يعني 8 هنا و7 هناك أو العكس بدأوا علاقات تشبيه بمعنى تم تسجيل احتماد المصانع وتم تسجيل المنتجات الصيدلانية التي هي الأدوية أو كاد لأغلب هذه المصانع أربعة أو خمسة منها تقريبا في المراحل النهائية الآن في مصنع أو مصنعين تقريبا سيبدو بعد التصدير الفكرة هي الاستفادة من الفرصة التي تاح المجلس القومي الذي يقسمونه في السودان في مجال التصنيع التعاغذي أنت مصنع سوداني تستطيع أن تتعاغذ مع مصنع خارجي الذي هو تونسي في هذه الحالة ويصنع لك الدواء الذي هو مسجل عند المجلس هناك يعني بالتاق بتاعك بعلامتك التجارية ويصدره لك طبعا باتفاق بين المصنعين في البلدين خلال فترة معينة التي هي ثلاث سنوات على الأبعد حسب ما هو متاح الآن يتم التصنيع في السودان وبالتالي يمكن أن أيضا هذه فرصة لرجال الأعمال التونسيين من مصنعين الأدوية أن يكون السوق السوداني والسوق الإفريقي من وراء السودان من بعد ذلك أغرب لهم الآن فهذا حصل فيه طيب بقية المجالات الأخرى ليش ما قادرين يحصل فيها ترى أنت تكلمت عن أنه هنا يعرفون السم سم جيد فقط وين بقية المنتجات الأخرى؟ والله يعني أنا لا أستطيع أن أعطي إجابة قاطعة في هذا يعني أن رجال الأعمال هم من يستطيعوا لكن نقول قلة المعرفة أو ضعف المعرفة أو إنشيت أحيانا أن يعدام المعرفة هو سبب أساسي في أن القطاعات الأخرى تسير دعنا نغل ببطء نحن نراهن في الحقيقة على بدء فتح الخطة الجوية المباشر لكي نتمكن من ترتيب والباقي كله يجب عاديه هو الآن في طرح بيكسر العزلة يعني بيكسر العزلة وبيسهل فرصة ترويج أنت تستطيع أن تنظم معرض متخصص سوداني في تونس وبالتالي تعرف المنتج التونسي أو المساسم التونسي بما هو موجود في السودان والعكس أيضا تستطيع أن تفعل ذلك في السودان حينما يكون جو مباشر يسهل هذه المهمة لدرجة كبيرة لأنه يعني يكسبك الوقت ويكسبك حتى المال في موضوع أن نكتسب عن طريق بلد أخرى ننتظر هذا هذا سيعطي دفع قوية إن شاء الله لكن طبعا نحن لا نقف مكتوفية لذلك ننتظر هذا بذلك لأننا أحرزنا تقدم في بعض المجالات هناك بدأت معرفة جيدة أيضا في مجال بناء القدرات في تونس ما يعرف بالتكوين بناء القدرات البشرية موضوع مهم تصدير الخدمات في مجال بناء الكوادر في مختلف التخصصات على المستوى العلمي العالي أو على المستوى المتواضع أو حتى على المستوى الفني على المستوى العمال وكذا يعني يمكنك أن تتحدث عن أكثر من عشر أضعاف المهن التي يتم تدريب عليها في تونس يعني في السودان عشر أو أقل من عشر هذه المهن يعني حينما تتحدث عن تدريب مهني تتحدث عن مهن معينة يتم تدريب عليها المهن التي يتم تدريب عليها في تونس هي أكثر من عشر أضعاف المهن التي يتم تدريب عليها في السودان لأن هنا أي شيء لازم يكون الشخص الذي يباشره متدرب عليه نحن نقول أن هناك فرصة لاستفادة الجانب السوداني أنا هنا أتحدث عن المهن وهناك أيضا أشياء أخرى كثير يمكن الاستفادة منها الآن ونحن نتحدث هنا في تونس انتهى اليوم أو غدا وفد من مدراء المستشفيات العمومية في السودان من ولاية الخرطوب في زيارة لتونس استمرت تقريبا نحو أسبوعين وقفوا من خلالها على إدارة المستشفيات العمومية وزاروا أيضا مستشفيات خاصة العمومية الحكومية نعم الحكومية القطاع العام والقطاع الخاص وبالتالي وزاروا أيضا مستشفيات خاصة ولا تسمى المصحات وغفوا على نمط الإدارة والتعامل مع المريض والإدارة المالية والعلاقة مع الآخر يعني تفاصيل كثيرة يمكن أن يتحدثوا عنها لكن هذا أول تدريب بهذا الحجم ولاية الخرطوب في الحقيقة ناشطة في الاستفادة من التجربة التونسية ونحن نتوقع أن تستفيد بالفعل مما هو موجود في تونس وهذه مناسبة أيضا لدعوة المهتمين بالتنمية البشرية إجمال أنه بالتدريب أن يقفوا على التجربة التونسية ويقدروا من بعد ذلك ما إذا كان هناك فواية حقيقة يمكن أن أجنوها أو لا نحن نعتقد بوجودها لكن الحكم في طبيعة الحال ما ترك لهم بجانب السمسم شنون عنده فصة أخرى أول شيء هل ما زال السمسم؟ السودان يصل إلى هنا؟ أي نعم ما زال؟ ما زال يصل؟ بيت طريقة؟ الآن أصبح بشحنة مباشرة صحيح أن الكميات ربما تكون محدودة نحن نتوقع في 2018 إن شاء الله طبعا مؤشر التبادل التجاري متصاعد لكنه في كل الأحوال دون المستوى المطبوب ولذلك نتوقع أنه بعد المشاركة التونسية في معرض الخرطومة الدولي سيزداد حجم المعلومات وبالتالي حجم الفرص التي يمكن التعرف عليها لدى رجال الأعمال في البلدين ومن بعد ذلك يمكن أن ينشط هذا حسب توقعاتنا موضوع المؤشر العلاقة التجارية بين البلدين سيزداد في 2018 السلع التي يجري تداولها محدودة نتحدث عن السمسم من الجانب السوداني نتحدث عن السمسم نتحدث عن الفول السوداني رغم أنه يزرع في تونس أيضا لكنه يستفاد منه في تصنيع في آخر لكن نحن نريد أن نضيف جوانب أخرى يمكن أن تأتي من السودان ولتونس ميزات تصنيعية فيها كالجلود على سبيل المثال وكالمجالات المتعلقة بالصناعات القطنية على وجه التحديد يعني صناعة الغزل والنسيج يمكن أن تستفيد تونس من إنتاج السودان من القطن لتصنيعه هنا أو يحصل استثمار مشترك في السودان خبرة تونسية مع إمكانيات موجودة في السودان لأنه بصناعة الغزل والنسيج هذه مجالات لتونس معرفة بها معرفة ممتازة بدليل أنها تنتج وتصدر إلى أوروبا بالمواصفات الأوروبية من هنا وهذه دعوة بالمناسبة للمعنيين بهذه الغضاعات في السودان أن يستفيدوا من هذا هناك سلع أخرى تستورد في السودان كأقلام الحبير أقلام الكتابة البيك مثلا الوكيل الأساسي تونسي تصنع في تونس وبالتالي تصدر إلى السودان أو واحدة من الجهة التي تصدر لها الإسبيرات الأجهزة الحفر ومعدات الحفر تصنع حتى بالنسبة للشركات الأوروبية تصنع جزء منها في تونس وبالتالي بدأت معرفة سودانية بهذا الجانب لأنه هنا ما تقرأ السلع المصدرة من تونس إلى السودان تجد فيها هذا الجانب فإجمالا هناك فرصة دعنا نقول فرصة حقيقية للتعرف على الفرص نحن كل ما نقوله أن من المهن التعرف على الفرص وبعد ذلك يقرر الشخص المعني رجال المال والأعمال على وجه التحديد ورجال الصناعة ورجال الإستثمار في إمكانية الاستفادة من هذه المصدرة في مجال تكلمتنا يعني عن موضوع الصناعة الدوائية هناك حديث عن المشافي أو المستشفيات أو التقدم الطبي في تونس يفتح مجال أيضا لتعاون هناك محطات بيخشى عنها زي القاهرة زي الأردن فهل تونس مرشح أيضا أن تكون واحدة من هذه المكانة؟ نعم نحن ونعم هذه ليست مبنية على تقديرنا نحن في السفارة وإنما على تقدير القمسيون الطب الذي رتمنا له بالتنسيق أيضا مع وزارة الصحة ووزارة تونس وقف على مستوى الخدمات الموجودة في حوالي عشرين مستشفى خاص في تونس في مختلف التخصصات بمعنى أنه في مجال العيون في مجال الأورام في مجال القلب في مجال جراحة العظام والأطفال كله وكان تقديرهم أن مستوى الخدمة الموجود هنا يمكن أن يشكل خيار مناسب جدا للمريض السودان الذي يرغب في الزهاب كل المجالات التي يوصل القمسيون الطبي للعلاج بها بالخارج هي متاحة في تونس دعنا نقول دون أن ندخل في مجال الدعاية بأسعار تنافسية وبخدمات مستوى جيد من الخدمات هذا مكتوب في تقرير القمسيون الطبي للأزيزار ومن بعد ذلك يبقى التجريب العملي هو التحدي المطلوب إن فازه على وجهة قال أنه هناك إشكاليات واجهت كثير من المستشفين السودانيين في الأردن وتواجههم في القاهرة كيف نوفر حصانة حال رغبه يعني في المجال التونس كذلك هذا من أشياء المهمة طيب نحن وقعنا في لجنة العليا بين البلدين وقعنا برنامج تنفيذي للتعاون في المجال الطبي يدخل فيه مجال السياحة الاستشفائية يدخل فيه مجال تدريب وبناء القدرات يدخل فيه عدة مجالات يمكن أن يستفيد العاملون في مجال الصحي في السودان منها ضمن فقرات هذا البرنامج هناك فقرة عن اتفاق محدد في السياحة الاستشفائية أو ما يسمى بالسياحة الاستشفائية أو دعنا نقول هو نقل المرضى والسياحة الاستشفائية بمعنى أن هناك مرضى تتكفل الدولة طبعا بنقلهم وعلاجهم وهناك مرضى يعني أقرب إلى السياحة والشكب وخلافه هذا الاتفاق سيحدد نمط العلاقة ويضبط العلاقة بين المستشفيات الخاصة التونسية والمستشفيات العمومية أيضا لأن على سبيل المثال أي شأن متعلق بنقل الأعضاء مثلا هنا غير مسموح للمستشفيات الخاصة بأن تقوم به المستشفيات الحكومية أو المستشفيات العمومية وبضوابط مشددة في هذا الجانب وهذا أيضا من الميزات التي تحمد للصناعة الطبية بشكل عام في تونس وهذا حديث آخر لكن على كل حال نحن صممنا صيغة عقد باستشارة عدد من الأطراف الآن ستجري دراستها بحيث أن تضبط العلاقة بين أي مقدم خدمة في تونس وبين راغف في خدمة من السودان وهذه أيضا دعوة لكل من يرغب من أصحاب الذين يعملون في هذا المجال من أصحاب المؤسسات الخاصة أن يتواصلوا مع السفارة لكي نعطيهم نسخة وبالتالي فكرة النسخة هذه باختصار هي حماية حقوق المريض وفي نفس الوقت حماية حق المستشفى الذي يجري فيه أنا قد أقول أجباباً بحيث أنه طريقة التعامل يعني باختصار كل الأخطاء إن شئت أو الثقرات التي نتجت عن تجربة السودانية في التعامل مع الآخرين دون أن أسمي تم تداركها في صيغة هذا العقل وفي النهاية ظل القضية قضية بشرة يعني يمكن أن يحصل خطأ لكن حاولنا أن نحاصر الأخطاء المحتملة إلى أبعد حد طبعاً ثم تبقى لي من زمن يعني تقريباً حوالي خمسة دقائر يعني بردول البعض يعني السفر يشجع الجماعة دي يجيون هناك يجيوا يشتغلوا معنا في السودان بالذات مجال ما نفقد يعني وفي إشكال هو موضوع المعامل بتاعت التحليل وكده في إشكال هل هناك جزاوات لهؤلاء الذين لديهم أعمال كبيرة في تونس بالقدوم للسودان ولا هناك عقبات تحود دون ذلك عقبات عملية غير موجودة نحن قدمنا الدعوة وتواصلنا مع بعض المعنيين في السودان نحن الفكرة الأساسية التي نقوم عليها هي فكرة الشراكة بالضبط وبالتالي من يمكن أن يكون شريك هناك حاولنا أن نعرفه ونربطه مباشرة بمن يمكن أن يكون شريك من هنا وبالتالي تأخذ لكن هذا الموضوع هو أحد الموضوعات الأساسية التي نعمل عليها الموضوع بمعنى تطوير الغدرات السودانية في مجال التشخيص والتعامل مع الآلات والآليات التي تعمل في هذا الجانب وهذه أيضا مناسبة للناشطين من أصحاب المستشفيات العامة أو من أصحاب المستشفيات الخاصة في السودان أن هناك فرص حقية لشراكة تونسية في هذا المجال الجانب التونسي حسب اتصالنا معه مستعد من حيث المبدأ وهناك خمسة أو ستة مستشفيات تونسية وقعت اتفاقيات مع الغمسيون الطبي في آخر أغسطس الماضي والتزمت بأنها هي يمكن أن تكون شريك في هذا يبقى عشان الشراكة هذه تجسد أن أحتاج إلى الشريكين يضعوا أسسها مع بعض تلك سنتين إن شاء الله بقيت تعرف تونس كويس ليس برش 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 أفهم إلى حد ما عندي مشكلة في أن أفهم الحديث عن تونسي لكن التعبير في الغالب لأننا نتعامل مع المسلسات الرسمية فغالبا نستطيع أن نتعلم بتاعت الكورة بس برشة برشة بتاعت الشوائد يعني عظلون ثلاثة أربعة كده يعني فواحدة من الأشياء مرضو ممكن تكون يعني عاقب أنه لا والله اللغة الفرنسية هي الغالبة هي نار رشتات بالفرنسي ممكن تكون في عوايق في التعاون يعني كل ما نأتي إلى تونس يشعر بأنه شعب التونس قريب جدا من الشعب السوداء تجمعهم كثير من المشتراكات بلا شك هذا صحيح في الطبائع في طريقة التعامل في استقبال الآخر في الترحيب بالضيف في تفضيل وفي قزة هذه ملاحظة الناس م опять لا consolid لا لا خافوا نحن موضوع حتى تكلمنا برضو مع المعنين في موضوع الرشتات وغيره صحيح أن اللغة المعتمدة طبيا هنا لأن دراسة الطب هنا باللغة الفرنسية وبالتالي الرشتة وغيرها تكتب بلغة الفرنسية والتقرير الطبي يكتب باللغة الفرنسية لكن هناك معرفة جيدة أو ممتازة باللغة الإنقليزية أيضا وبالتالي نبهنا نحن إلى هذا أن التعامل مع المريض السوداني يكون الشتة بالتقرير الطبي باللغة الإنجليزية ونحتاج كذلك لتنشيط الإعلاقة بين البلدين على المجالات الشعبية بتكسر الصور المخترعة وتجعل الإنسان قريب شوي صحيحة التواصل المهم نحن أيضا حاولنا أن نسجل حضور على المستوى الثقافي بين البلدين هناك مهرجانات منتظمة في تونس للسينما والمسرح للموسيقى والشعر والخلافه ونحن نحتاج إلى اهتمام أكثر دعنا نقول للاستمرار الحمد لله نجحنا في أن نظمنا إسبوع الثقافي في بداية نوفمبر الماضي لكن هذا هو الأول في عمال علاقة التجالية ليست كبيرة نحن نتحدث عن حوالي خمسين أو ستين بما في ذلك الأطفال وخلافه في مواقع مختلفة من بينهم سودانيون مقيمون هنا لكنهم يعملون لصالح منظمات دولية مقرها الأساسي في ليبيا سعادة السفيرة نشكر ليك في كلمة أخيرة سيد المشاهدين شكرا أخي طاهر نحن نشكرك الحقيقة على اهتمامك وعلى محاولتك للبحث في خفايا العلاقات السودانية التونسية ولتقديم هذه الجوانب بالنسبة لنا هذه المبادرات نشجعها على الدوام ولك ولغيرك من أهل الإعلام أن تعالوا أيضا ونحن أيضا سنبزل جهد في هذا يعني ليست مجرد دعوة هكذا بدون دعوة فراقوية وإنما أيضا سننظم إن شاء الله في الفترة الغادمة في أن أتيام من الإعلامين السودانيين إلى تونس وتونسيين إلى السودان لكي يحصل التعريف الذي نتحدث عنه بالفرص المتاحة شعبيا واستثماريا واتصاديا بين البلدين شكرا لك سعادة السفير العبيد أحمد المروح وشكرا للساد المشاهدين وشكرا أيضا لأخواننا في اتحاد إزاعات الدول العربية على قيام بالأعمال الفنية التي مكنت هذا اللقاء يبث على شاشة سودانية 24 نمضي إلى الفقرة التالية التي تلي هذه الفقرة وهي وصل صوتك حتى منتغى السلام عليكم ورحمة الله